إلقاء الطعم فاستدراج فوقوع في المصيضة بهذه الاستراتيجية يصطاد الأردن أهدافه من عصابات التهريب المدعومة من ميليشيات إيرانية ما مكنه من الإقاع بصيد ثمين وفق تقرير لصحيفة الشرق الأوسط خلال شهر ديسمبر الماضي هم تسعة مهربين ورغم السقوط عدد من القتلى في هذه العملية إلا أن استراتيجية الأردن وأيضا يسمح بالاستفادة من اعترافاتها عوضا عن القتل هناك أيضا من اعتقلتهم وتستفيد من اعترافاتهم لكشف خيوص شبكات التهريب وحواضنها داخل البلاد إلى جانب مصادرة ما يهربونه من مخدرات وأسلحة نهج الاستدراج اعتمدته الأجهزة الأردنية أيضا في عملية الأسبوع الماضي حيث اعتقلت خمسة عشر مهربا وقتلت خمسة آخرين تلتها عملية أخرى داهمت خلالها أوكار عصابات وتهريب وقبضت خلالها على سبعة على صلة بالعصابات لكن النبأ السائق الذي لم يتسنى التحقق منه هو شبهات ارتباط أسماء رجال أعمال أردنيين محسوبين على الطبقة السياسية بالتعاون مع ميليشيات التهريب بحسب الشرق الأوسط نبأ ينتظر الشارع الأردني تأكيده أو ضحضه وفقا لما ستنتهي إليه التحقيقات التي ستكشف وانتقريبيا حجم التهريب مع سوريا التي تربطها بها ثلاثمائة وخمسة وسبعين كيلو متر وممراته وبعض خيوطه بذلك يكون الأردن قد دخل مرحلة جديدة من التعامل في ملف التهريب بدل اعتبارهم ذئابا منفردة هدفها العائد المادي تقول الصحيفة أصبح التعاطي مع شبكات منظمة قد تكون مآربها أكبر من أموال يدرها التهريب وإنما أبعاد أكبر تمس أمن واستقرار الأردن والمنطقة برمتها خاصة بالنظر إلى ارتباط المهربين بميليشيات إيرانية والعثور على أسلحة بحوزة المهربين يعتقد الأردن أن السيطرة على كامل شريطي الحدودي قد لا يكون ممكنا بسبب العوامل الجوية وغيرها وانطلق من وعي الأردن بأهمية ضبط حدوده حتى لا يكون مصدر قلق لأشقائه فقد كثف عملياته الأمنية ودورياته على الحدود مع التفكير بأليات أكثر تطورا كتشييد سياجة إلكترونية حد من خطر التسلل والتهريب اشتركوا في القناة